ماذا يعجبني في شخصية يسوع المسيح ماذا أقول خلينا نتكلم عن موضوع الزواج يسوع كان عنده القوة كان عنده كل الإمكانيات لكن علم عن قدسية الزواج ما كانش الزواج يعني بالنسبة له أنه كل واحدة بيستحسنها بيتزوجها لا كان قدوس طاهر كان بيتعامل مع الزواج بقدسية بل بارك الزواج وختم على ما قال الله في العهد القديم يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله خلي بالك ما جمعه الله لا يفرق إنسان ولا نبي ولا رسول ولا أي إنسان والكتاب يتكلم وما زاد على ذلك فهو من الشرير فمش معقول يجي التعليم احنا شفنا مشاكل الزواجات في العهد القديم لما كان شخص بيتزوج أكتر من امرأة مشاكل مأساة لكن رجع الرب يسوع المسيح كلم وعلم عن قدسية الزواج مش رجل برجل ولا امرأة بامرأة رجل وامرأة بحسب إرادة الله مش رجل وعدة نساء فالشخص اللي بيعمل كأنه بقول لالله ابعد عني بمعرفة طرقك لا أسر مش عاوز طريقك أنا عاوز طريق العالم طريق الشيطان أنا مش عاوز طريق الله فيا بكل كتاب المقدس صح يا لك أي كتاب آخر اللي بعلم ضد هذا التعليم بيكون الصح والخيار لإلك أحباء لكن شوف أليس المنطق يعلم هذا أليس الطبيعة تعلم هذا أليس الزواج والحب في الزواج يعلم هذا أليست قدسية الزواج تعلم هذا فعندما يتزوج أكتر من امرأة نساء كثيرات طبعا لابد أن يكون في مشاكل ولابد أن يكون في مأساة وإحنا حكينا عن السبايا اللي يأخذون نساء سبايا يعني كأنه بحل الإنسان لنفسه لأنه بجاهد في الحرب ويحل نفسه ما يريد ولا يعلم أن دينونة الله سوف تنصب على هذا الإنسان الرب يسوع كان قدوس كان يتعامل بهذا الموضوع في قدسية كاملة ترجمة نانسي قنقر